بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا لما بنحضر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنبقى جلسين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحس ان قلوبنا بيغمرها النور وخاصة في المواسم المواسم دي المصريين بيعتبروها لما بيعيشوا المواسم مع حضرة النبي بيعتبروها خزانة العام خزانة الحياة من اهم الخزانات اللي بيخزن فيها المصريين الانوار والاسرار والعلاقة بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم الموسم اللي احنا عايشينه في شهر رجب وتعالوا نشوف حديث من الاحديث اللي جعلت هذا الموسم موسم خير وبركة ونور تعالوا نسمع كمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث مع حضرة النبي فعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا امنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه وسعوا بذلك الى ابي بكر إلا حاصل فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة الى بيت المقدس قالوا او قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال نعم اني لا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه في خبر السماء في غدوه او رواحه فلذلك سمي ابو بكر الصديق حديث اخرجه الحجم في المستدرك وقال صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لما نرجع تاني لهذا الحديث واحنا بنتكلم عنه فهنا نفحة اختزنها المسلمون في قلوبهم في شهر الرجب شوف الحديث لما سيدة عائشة رضي الله عنه بتقول لما اسري بالنبي الى المسجد الاقصى طبعا انا حاس لقلب السيدة عائشة وهي بتحكي هذا الحديث مليئة بالفخر بابيها مليئة بالفخر بسيدنا او بكر واحنا بنتكلم عن هذا الحديث بنتكلم عن حاجة مهمة اوي ازاي نفهم للمسلمين بيجعلوا مثل هذه الاوقات ومثل هذه الحوادث التي مرت عليهم بالسعد والهناء زي حادثة الاسراء ليه بيجاروها نقطة فارقة في حياة الناس هنا بقى لازم نقول كده لازم نقول ان حادث الاسراء هي نقطة فارقة مسألة مهمة جدا ان حادث الاسراء نقطة فارقة نقطة فارقة جعلت او بكر الصديق صديقا وجعلت اناسا تواروا عن حياة النور والايمان بس سيدة عائشة بتقول لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى ايه اللي حصل اصبح يتحدث الناس بذلك الناس بقى الموضوع انتشر فارتد ناس ممن كانوا امنوا به برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه الناس اللي امنوا بحضرة النبي وصدقوه ايه اللي حصل ارتدوا وسعوا بذلك الى ابي بكر عايزين ياخدوا ايه ياخدوا الفتنة بتاعتهم وياخدوا هذا الارتداد بتاعهم فيعملوا ايه فيعملوا تحدي لابي بكر تحدي فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة الى بيت المقدس ده صعبك بيقول انه اسري به الليلة الى بيت المقدس طبعا في روايات اخرى وزعم انه ماذا ذهب في رحلة نضرب نضرب فيها اكباد الابلي اشهرا ثم عاد في في ليلته فهم عايزين يعملوا ايه يعملوا تحدي لسيدنا ابو بكر قال ايه وقال ذلك يبدو انه هو سيدنا ابو بكر وكأنه فرح فظنوا انه قد سرى الشكة الى قلبي قال ايه وقال ذلك قالوا نعم يا ابو فرحوا بقى جات لهم الفرصة عايزين ايه يشككوا سيدنا ابو بكر في ماذا في تصديقه بالنبي فسيدنا ابو بكر قبلهم بنموذج اللي عايزين يعملوا سيدنا ابو بكر ده نموذج للتفكير السليم والليقين قال لهم لئن كان قال ذلك لقد صدق لو قال كده صدق فإن اللي حصل فهم استمروا بقى في اجراء الفتنة او تصدقوا انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال نعم اني لا اصدقوا فيما هو ابعد من ذلك اصدقوا بخبر السماء في غدوه ورواحه فلذلك سمي ابو بكر الصديق هنا بنقولي بقى يا سادة رحظات الاشياء الكبرى هي لحظات فارقة واللحظات الفارقة هي اللي بتخلي البشر يعرفوا صدقهم فيما يتكلمون به وفيما يؤمنون به ماذا تعرف انك صادق وده هو السر اللي ربنا بيجيب الحوادث الكبرى في حياتنا الحوادث الكبرى في حياتنا هي اللي بتدل على صدقنا وهو دوت اللي جه واحنا بنتعلم دروس الاسراء والمعراض ان ايه ان هنا هناك من حصل على لقب كشف عن حقيقة علاقته برسول الله وحقيقة ايماني بماذا بانه ثبت على يقينه في لحظة فارقة سيدنا ابو بكر ثبت على يقينه في لحظة فارقة ولذلك ممكن تشوف كمان صدقي سيدنا ابو بكر في ان هو على يقين مما عند الله لما تحدث حادث الافك برضو حوادث كبرى حوادث بتكشف المنافقين وحوادث بتخلي الناس بتغرب للناس الحوادث الكبرى تغرب للناس فيأتي سيدنا ابو بكر في حادث الافك فيحصل المسطح يعمل ايه مسطح يخوض في حادثة الافك وهو قريب لسيدنا ابو بكر وكان سيدنا ابو بكر بيصلوا بصدقة فلما يخوض فينا يمنع صدقته سيدنا ابو بكر فايلي يحصل فربنا يخاطب رسول الله ان يخاطب سيدنا ابو بكر ايه فعفوا واصفحوا فيأمروا بالعفو والصفح ثم يضع معنا للعفو والصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسيدنا ابو بكر صادق قال احب والله يا رب ووصل مسطح نسي كل حاجة انتهت القضية كلها لأنه ماذا لأنه صديق بمعنى أنه يصدق وصادق في العمل بما صدق فسيدنا ابو بكر صادق في العمل بما صدق هنا بقى دي مهمة أويه احنا في الظروف اللي احنا فيها دي وفي الأوقات اللي احنا فيها دي تأتي حادثة الإسراء والمعراج لكي تجدد فينا الحياة تجدد فينا الحياة بإيه بالعيش بما نصدقه الأشياء التي نصدقها كيف ماذا كيف نحيا بها ونعيش بها هذه مسألة مهمة أنا أضرب لكم مثال يوضح لماذا سيدنا ابو بكر بقى الصديق طب هو الصديق بقى ايه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويه وحسنوا أعلاقا رفيق فبقى مع حضرة النبي بهذه اللحظة الفارقة اللحظة الفارقة ايه هي لحظة شدة زلزي للناس ليه هذه المسألة الحمل عليها على الإيمان وليس على المشاهدة والعيان يعني ده هيبقى الكلام على الإيمان مش على المشاهدة والعيان سيدنا ابو بكر ما شفش ما شافش ده بس صدق حضرتنا ابوه عشان كده شيء مهم لازم نشوفه ونعرفه ان كان مهم والناس بتدرس العقيدة يبقى عندنا تلت العقيدة اسمه السمعيات اسمه ايه السمعيات يبقى اذا صدقت بالله ربه وصدقت برسوله رسوله اتسلم بالسمعيات دي ولذلك كل المحاولات اللي حاولوا فيها يشككه سيدنا ابو بكر في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنجح هي نفس الكلام نفس الكلام لما يمر علينا في الأزمات اللي احنا بنعيش بيها دي ونسمع كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا وليتمنا الله أمر هذا الدين فواحد يقول ازاي يعني في اللي احنا في ده ييجي بقى كلام سيدنا ابو بكر اللي لنا كلنا لنا كلنا واحنا بنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بكافر عبده فين التصديق واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين التصديق بهذه المعاني في الظرف اللي احنا في ده هو اللي يخليك تنتقل إلى حالة أخرى مع الله فإن يحصل فتجاور حضرة النبي في يقينه عايز تجاور حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق مولاك صدق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فلازم تصدق مولاك لازم تصدق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ببعض الأحيين الناس مش مصدقة هل مما نحن فيه فيه مخرج نعم احنا بنصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده سيدنا أبو بكر حتى ما قالش اليوم طيب أروح أسأله الأول ما قالش كده وإنما قال إيه أو قال ذلك هو بيتأكد منهم أنهما قال أنهما قال ذلك يعني أنتم اتأكدتوا أنه هو بنفس وقال كده فقال له نعم فقال إن كان قال ذلك فقد صدق احنا بقى عايزين نعيش المعنى ده مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعيش الكلام ده مع مولانا سبحانه وتعالى إن كان قال ذلك فقد صدق صدق هقول لكم لمحة لطيفة فكرين الحديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سمي بيأم السنة كان فيه حاجة كده حصلت من سيدنا جبريل وتعجب منها الصحابة إن سيدنا جبريل كل ما كان يسأل حضرة النبي سؤال يقول له ما الإسلام فيجيبه ما الإيمان فيجيبه ما الإحسان فيجيبه مع كل مرة كان بيجاوب حضرة النبي يقول له صدقت فالصحابة كان يقوله فعجبنا يسأله ويصدقه هو ده معنى تصديق النبي هو ده معنى الإيمان بالنبي فلزاك سيدنا أو بكر نزل في منزلة الصديقين اللي هي منزلة تجعله في نفس في نفس المنازل العليا اللي قد تفوق منازل الملائكة اللي هو الصدق فجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان إيه اللي حاصل لازم نفهم إن المنزلة دي اللي هي منزلة الصديقية هي نفس الكلام اللي وصفت بيه السيدة مريم لما ربنا سبحانه وتعالى وصفى قال وأمه صديقة فمعنى الصديقية هي كمال الإيمان بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به عملا وعلما وتصديقا وهذه المرتبة ليست حكرا فقط على بعض الأشخاص بس نازل فيها سيدنا وبكر وده اللي حضرت النبي علمهننا إن في طريقة الوصول إلى منزلة الايه الصديقية ومواصلة الصدق في الاحوال فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث من أروع الأحديث وكأنه بيقول ايه وكأنه لما نيجي نعرض الحديث اللي احنا عرضنا النهاردة من كلام السيدة عائشة عن سيدنا أبو بكر الصديق ونعرض كمان على حديث رسول الله الله عليه وسلم نعرف إن دي ما كانتش أول مرة يعملها سيدنا أبو بكر حضرت النبي بيقول ايه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة يبقى ايه يبقى هو لو كتب عند الله صديقة بكده ينطبق عليه قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقة يعني الشخص اللي ينزل في هذه المرتبة هيكون ماذا في أعلى درجات الجنان مع النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم فمهم جدا نحن نتعلم ما ينبغي من الصفات في أوقات الأزمات أوقات الأزمات هي الأوقات التي يخرج فيها من العبد يقينه ولذلك دائما أحب أن أقول لأيخوان أين تجد يقين قال في قلوب المخبتين الصالحين التي تخرج في كل وقت وحين ويزداد بريقها عند الألم والأنين هو ده فحضت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا دعاه في رحلة الإسراء والمعرق ليفرج عنه ويوسيه ويمسح على قلبه ويجعل رحلة المعرق هذه ممتدة لكل مؤمن يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا دائما أقول أن حضرة النبي هو الباب هو فاتح الأبواب ففتح باب الإسراء والمعرق فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ليس بيده فقط مفتاح الجنة بل بيده مفتاح كل باب على الله فحضرت النبي في المعرق فتح الباب من الأرض على السماء فإلا حاصل فلما فتح الباب من الأرض إلى السماء فأتى للمؤمن بمفتاح باب للمعرق الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم والذي فيه صلى الله عليه وسلم استقبل وجه مولاه لذا الصلاة صلة بين العبد وربه هكذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة صلة بين العبد وربه تبقى لما هي صلة بين العبد وربه رح العلماء قالوا الصلاة معراج المؤمن إيبا الصلاة ما لها معراج المؤمن ولذلك الصلاة لما فردت فردت في المعراج لماذا فرضت في المعراج عشان تكون مبينة أن الصلاة ستكون معراجا للعباد وكأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى للرسول الهدية تخرجنا من الضيق والكآبة والقلق والخوف والخوف من المخاطر إلى الخروج إلى السعة والفرح واليسر والقرب علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال أرحنا بيها يا بلال لأن الصلاة تروح العبد من كل أوجاعه وأهمومه وألامه عشان كده ممكن نشوف موقف سيدنا أبو بكر الصديق يعتبر سند بجد لأن موقف سيدنا أبو بكر الصديق لما قال إن كان قال فقد صدق مش بس هو بيدافع بكل قوة عن موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول دا مش خريب إن أنا أصدقه في هذا الأمر لأنه أصدقه فيما أبعد من ذلك وهو أن يأتيه الوحي من السماء لكن فكرة استقبال الأخبار باتزان وثبات ويقين من أهم صفات الصديقين ومن أهم صفات من أراد أن يعيش متزنا لا يترنح في وقتنا هذا لأن في الحقيقة سيدنا أبو بكر لما فعل هذا ما كانش دا عشان يصف نفسه بأنه هو صاحب يقين بس عشان يقول إن الرسالة دي متينة وعشان كده في حاجة مهمة جدا لابد نقف معاها في قضية الإسراء والإسراء بالتحديد وهي الإسراء من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى مع إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على إنه يعرج بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرم مباشرة إلى صدرة المنتهى لكن فكرة اختيار المسجد الأقصى ومع الأحداث اللي إحنا بنشوفها في الأيام دي وبعد مرور مش هقول أكتر من مئة يوم لا أكتر من خمسة وسبعين سنة وخوانا في فلسطين محتلين بموجب القوانين الدولية وعلى مرأة ومسمع من العالم كله إن دايما بقول إحنا مش عايزين حرب تنينية لكن عدونا مصمم يخليها بهذا الوصف حرب دينية ويحتل المسجد الأقصى اللي هو ملك المسلمين اللي هو ملك للكل وهو ملك للمسلمين ويصمم على احتلال المسجد الأقصى لإن المسلم بيفتح كل أبواب الرحمة وأبواب العبادة لكل الناس لكن إيه اللي يحصل؟ هو مصر على إنه هو يحولها إلى حرب دينية لما حول العاصمة إلى القدس كنا عارفين إنه هو قصد حاجة معينة قصد إنه هو يلم شذاذ الناس حواليه عشان تبقى الحرب حرب دينية وفي أماكن كتيرة جدا 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 هو مصر إنه هو يحولها إلى حرب دينية كل ده لما نعيش ذكر الإسراء والمعراج بربطنا أكتر بمسر الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بثلث الحرمين بثلث الحرمين وأولى القبلتين اللي في الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه زي ما قال لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده إحنا لازم نقول لأولادنا نربط المسلس ده خليك عايز تبقى صديق صدق مولاك بأنه سبحانه وتعالى حفيظ ولن يضيعنا لن يضيعنا أبدا فعلموا أولادكم إنهم في حفظ الله وإن مقدساتنا في حفظ الله وإن إحنا هؤلاء الناس يقتصبون ما لا يملكون علموا أولادكم ده علموا أولادكم إن هؤلاء الناس لا يفعلون هذا لدين ولكن يفعلون هذا ويستخدمون الدين علموا أولادكم إنهم ما يستخدموش الدين ولا يتلعبوا به علموا أولادكم أنهم يتمسكوا بقيمهم سيدنا أبو بكر لما تمسك بقيمة الصدق بقى الغاية دلوقتي الناس بتتمنى أن يتشوفوا في المنام بتتمنى أن يتقابلوا ليه طيب؟ لأنه بقى أصبح رمز للصدق واستمر في الصدق في كل حياته ما كانش بصدق في موقف واحد بل كان صادقا في كل مواقفي فعلموا أولادكم الصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي إلى الجنة فعلموا أولادكم أن القيم تفتح عليهم باب سعادة الدنيا والآخرة الأمر الثاني مش بس تعلموا أولادكم القيم لكن علموا أولادكم كمان أنهم يثبتوا على الحق ما يتلعبش حد فيهم هو بيشككهم هو بيقول لهم إذا كنتم أصحاب حق دي الناس دي بتنتصم مين قال إن الناس بتنتصم؟ ومين قال إن الناس دي أصحاب حق؟ بالعكس صاحب الحق ممكن يظلم لكن يفضل ثابت على حقه يرفض التهجير ويرفض إن أي حد يخرجه من دياره ويتمسك بأرضه وعرضه تالت حاجة لازم نعلم على الأولادنا إن الصدق دايماً في كتير من الأحيين حد يجي يشكك فيه فما تهتمش خالص بأي حد يجي يشككك في اللي أنت فيه لكن اهتم كويس أوي أوي إزاي تعيش بقيمك وأخلاقك في كل حياتك يا رب اجعلنا من الصدقين واجعلنا ننزل في مرتبة الصدقين مع سيد مرسلين صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا في أمانك وفي حفظك وفي ضمانك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسنوا فنجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسنوا اللي من نتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل فتح جسر المحبة وكمان تجعلنا في مجالس النور مجالس الرب الغفور سبحانه وتعالى عشان نفضل نرتشف من شهد الجنة وإحنا في مجلس العلم ويذكرنا الله سبحانه وتعالى عنده في الملأ إلى أعلى واسباحوا أننا ناخد أول سؤال عندنا وصلنا على صفحتنا السؤال بيقول عندي سلس بول وتشخصت طبيا بكده بس للأسف الموضوع ده تعبني جدا عشان الصلاة فكرة أني أغير ملابسي كل الصلاة وخاصة في الأيام قارصة البرد صعبة أوي وكمان أنا معلمة وأعمل طوال اليوم وأحيانا أنا لم يكن غالبا فكرة تغيير ملابس كل الصلاة فكرة صعبة وأرتدائي لأي شيء آخر وتغييرها لكل صلاة أتعبني جسمانين فما الحل هل يجوز لي التعامل والصلاة كأي إنسان طبيعي أرجو الرد لأني أعيش حالة نفسية سيئة جدا صح ولذلك إحنا عندنا أمور كتيرة جدا 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 إحنا عندنا النصيحة اللي أقولها لحضرتك مباشرة حضرتك بتتوضعي لكل صلاة صحيح إحنا هنعمل إيه؟ هنتحفظ بأي حق بأي 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 شيء نتحفظ نتحفظ يعني إيه؟ المكان اللي بيحصل فيه سلاس بول ده هنتحفظ فيه ونعمل إيه؟ وزي ما قال الشيخ عليش؟ هنترضأ لصلاتين يمكن نترضأ وأن نصلي بهذا الوضوء صلاتين ليه؟ طيب لأن الدهر والعصر ماذا؟ وقت ولذلك يجوز الجمع بينهما فيجوز أن أنت تجمع الصلاتين دي ويبقى خلاص اتوضأتي لصلاة وتصلي الصلاتين بهذا الوضوء تصلي الصلاتين بهذا الوضوء ولا تعبائي بما نزل إلا إذا حدث أن احنا بقى حدث أن احنا دخلنا الحمام وأضفنا الغاية إلى البول فسعدة بقى نضطر أن احنا نتوضى إذن يبقى نتحفظ ومحد اشترب من حدريك تغيري ملابسك كلها أي شيء نتحفظ به يمنع 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 هذا البول فخلاص هو سيكون في ده وتتوضي وتصلي ما شئت من الصلوات طيب إذا كانت المسألة فيها هذه الصعوبة اللي حدريك بتحكي عنها نعمل إيه؟ ناخد بهذه الفتوى من الشيخ ليش؟ إن احنا نعمل إيه؟ هنتوضى للصلاتين ونجمع ما بين الصلاتين ولا نعبأ بما نزل مدامنا متحفظين وخلاص وانتهت المسألة على ذلك أرجو أن يكون واضح هنتحفظ مش هنغير ثيابنا كلها والله ينزل احنا نصلي الصلاتين بهذا الوضوء الواحد وان شاء الله ربنا يجمع لك بين تمام الأجل والعافية يا رب العالمي وما تحاوليش بقى تعودي تتوسوسي في مسألة الطهار لأن الوسواس في مسألة الطهارة ده ممكن يخرج الإنسان عن مسألة حبه للعبادة والعبادة تتحول إلى عب ويحس الإنسان أنه هو خلاص ما بقاش قادر يعبد ربنا ويدخل في الوسواس والوسواس ده تيجعه ويقلمه ويخليه يحس بأنه هو مش قادر يتواصل مع الله سبحانه وتعالى يريدوا بس الوسواس بيكتفي فقط على موطن الطهارة بس لا ده بيفسد على الإنسان علاقته بربنا وعشان كده يعملي زي ما أنا قلت الحضر لك وإن شاء الله ربنا يكريمك إن شاء الله ويكتب لك الخير والصلاح السؤال بعد كده بيقول ممكن أسأل عن التشاهد في نص الصلاة يقول كل ولا نص فقط لا نص فقط لغاية ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سواء كده أو كده يبقى هو دوت المطلوب اللي نحن نقوله في الصلاة نحن نقول لمنتصف الصلاة التشاهد ثم بعد ذلك نكمل التشاهد جاملا بعد ذلك ونضيف إليها الصلاة الإبراهيمية في ختام الصلاة يبقى في التشاهد الأوسط وبتكلم عن التشاهد الأوسط تقول ممكن أسأل عن التشاهد في نصف الصلاة إلا هو التشاهد الأوسط يبقى نعمل كده يبقى نصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الاثنين الصغطين وردين السؤال بعد كده بيقول إخوات زوجتي الشباب لم يعطوها حقها في ميراث أبيها فهل من حقي كزوج أنا أسأل عن حق زوجتي في الميراث؟ هو السؤال مش بيبقى كده هو السؤال بيقول هل من حق زوجتي أن هي الطالب حقها في الميراث؟ خلينا نصيغ السؤال كده أحسن من الطريقة دي أن زوجتك تطالب حقها في الميراث وأنت تدعمها في هذا الطلب آه يا جوز ده لأن ده حقها ومسألت أن ميراثها ده حقها ومنعها كبيرة يعني منعها من الحصول على ميراثها ده كبيرة ولذلك الحال هو إن هي تعمل إيه؟ إن هي تطالب بحقها وده من حقها وليس لأحد أن يلوم عليها بأنها إذا طلبت بحقها سيفسد عليها الحياة سيفسد عليهم علاقتهم كإخوة بالعكس ده اللي أفسد علاقتهم كإخوة أكل ملها بالحرام أكل ملها بالباطل فلا يجوز أن الناس تأكل مال بعض في الميراث فيلاها حق وعليهم أن يقوموا بإعطائها هذا الحق ومنعها من هذا الحق والعياد بالله حرام وكبيرا لأنه فيه ظلم لأنه أكل أموال الناس بالباطل أنت بقى توقف جنب زوجتك في مطالبتها دي آه طب ليه أنا ما قلت لكش أن أنت تروح تطالب عشان حافظ على علاقات الأسرية هي لما تطالب بحقها هي بتطالب بحقها لكن أنت لما تطالب بحقها تفتح أبواب ليه أن حد ينال منك أن أنت متجوزها عشان مرسها وأن أنت ما صدقت فتضيع القضية الحق في التشويه والكلام الذي لا معنى له ولذلك أنا بقولك خليها هي الطالب ودعم أنت طلبها قلهم دي زوجتي وأنا واقف جنبها لأن دا حقها هو دا الكلام المعقول لكن أنت إذا رحت وطلبت سهل جدا أن حد يقولك وانت مالك خليها هي اللي الطالب ولذلك الطريقة الصحية هي الطالب بحقها وانت تسندها في هذا الطلب لأن مسندتك ليها في هذا الطلب هو نوع من أنواع حماية زوجتك نوع من أنواع إيصال الأمان إلى زوجتك نوع من أنواع القيام بواجب حسن العشرة جزء من الحفاظ على حقها جزء كمان من تنفيذ وصية رسول الله سلم استوصب النساء خيرا جزء كمان من الرعاية كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيتي فأنت راعي فأنت بترعاها في مطالبتها بحقها يبقى كده المسألة في شكلها السليم وفي شكلها الصحيح لكن أن أنت تروح لأن أنت حاسس أنهم هيتحاجوا على زوجتك ومش هيدولها حقها أنت لو عملت كده فتحت باب من أبواب الشر أنا شايف أن الصواب أنها تروح والطالب حقها اللي ربنا أزل لها فيه ومرسها اللي الله سبحانه وتعالى جعله حقا لها ولا يجوز أن الناس تأكل أموال الناس بالباطل في هذا الأمر إبعيزا يجوز أن أنت تقف بجوارها ويجوز أن أنت تساعدها في هذا السياق السؤال بيقول بعد كده السؤال السلام عليكم أنا في خلاف مع والدي وحابب أصالحه عن طريق البرنامج بتاع حضرتك وأقدم اعتذاري لي من خلالكم ممكن تقدموا اعتذاري لي بعد إذنكم لعله وعسى يرضى عني هو من المتابعين برنامج حضرتك حجنا العزيز أيها الوالد الكريم أنت عوي الناس دائما الأباء الله سبحانه وتعالى جعل فيهم السعى والبركة والرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة وكمان ممكن نربيهم كبار على فكرة وليس معنا التربير نحن نمارس سلطة عليه فإذا كانت لي شفاعة فأنا أتشفى عند حضرتك أتشفى عند حضرك أبو محمود أن أنت ماذا تسامحه تسامحه كرامة لهذه الأيام والليالي الذي تعبت عشانه تسامحه كرامة لله سبحانه وتعالى الذي أحسن إليك والذي رزقك هذا الرزق من أجل أن تنفق على محمود وعلى إخوتي يعني أتشفى عندك بكرم الله لك الذي أكرمك وجعلك تستطيع أن تربي ولدا يستطيع أن يكون على هذا القدم من الإخلاص ومن الصدق مش بس من الإخلاص ومن الصدق كمان ومن الحرص على رضاك أنه يطلب مني وأنا في البرنامج أن أنا أتشفى عندك أن أنت تغفر له وتسامحه أنت ربيت يا أبو محمود فما ينفعش أن أنت تترك تربيتك سامحه لله وخليه جنبك وما تبعدهوش عنك لأنه الأولاد بيفقدوا إحساسهم بالأمان لما بيبعدوا عن أهلهم خليه جنبك ويغفر لي ألا تحب أن يغفر الله لك توكر على الله ده لحمك ودمك وابنك اللي لابد أن أنت تسعد أنه عمل المبادرة دي وأنه طلب منك أن أنت تسمح إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك كل خير يا أبو محمود ويكتب لمحمود كمان معاك الخير والبركة وتعيشوا إن شاء الله في الود والبر والرحمة وتعيشوا دايما كل واحد فيكم يفتح باب الرحمة للتاني أنت تفتح له باب الرحمة بحنانك وبرفقك به وبعطفك عليه ويفتح لك باب الرحمة بأنه يفضل يدعي لك على الدوام أظن ده وعد بينكم تعملوه إنه يظل يدعو لك ويظل يحسن إليك ويظل برا بك وإنت تظل تشمله بحنانك وبرعايتك لأنه كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن راعياتي يا سيدة احنا تكلمنا عن حديث بيعظم قيمة مهمة جدا جدا قيمة بيجي معاها شوائد قيم كتيرة بيعظم قيمة الصدق مع قيمة اليقين مع قيمة العيش المتزن سيدنا أوباكرا سيظل رمز عندنا سيظل رمزا عندنا رمز يعلمنا إن الإنسان بمقدار صدقه ويقينه بيعيش في هناء في الحياة الأولى فيعيش في الحياة الطيبة في هذه الحياة الأولى ويعيش في الحياة الهنية في صحبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من الصدقين واجعلنا من الآمنين واجعلنا في صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وحي